يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى بكون معاكم رانيا السيد دايماً في نفس المعاد من كل أسبوع بنكون معاكم دايماً وكل حلقة جديدة في عالم الكتب وطبعاً قبل ما أتكلم عن أي حاجة حاب أقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم جميعاً طيبين وبخير وإن شاء الله تكون سنة سعيدة جميلة عليكم جميعاً وبما أننا بننهي معاكم سنة عدة وبنبتدي معاكم سنة جديدة وبنبتدي معاكم أفكار جديدة ومواضيع جديدة قررنا كمان أننا في يحكى أن في حلقتنا النهاردة تكون حلقة خاصة جداً عشان نستعرض فيها كل الأحداث الثقافية اللي قدمناها من خلال برنامجنا يحكى أن وبنوعيدكم أننا لسه عندنا جديد وبنوعيدكم أننا لسه عندنا مواضيع جديدة هنتكلم فيها مع بعض إن شاء الله من خلال السنة اللي جاية كنا معاكم من داخل وأهم وأبرض الأحداث الثقافية من معارض وندوات وحفلات توقيع عشان نتابع كل ما هو جديد في الوسط الثقافي والحقيقة أنه السنة دي كانت سنة مميزة جدا وملئة بالأحداث الثقافية المهمة تابعنا معاكم لحظة بلحظة ولسه مكملين حكاياتنا ولسه مكملين كلامنا من جوه الكتب والروايات والحكايات اللي ما بتخلص ولأن كل يوم فيه جديد فإحنا دايما هيكون معانا مواضيع جديدة بالنقشها بالنقش تفاصيلها مع أفضل الكتب ومع أفضل الكتاب المبدعين المتخصصين علشان كده حلقتنا النهاردة هيكون معانا فيها في الستوديو الكاتب والمستشار الثقافي نستاذ عماد العدلي وله هنتكلم معاه عن أهم الأحداث الثقافية خلال 2023